مين اعرب الناس اللي كانت معاك في الاوضة في فترتك مع نادي الاهلي اعرب اتنين كان احمد بلال وعماد متعب تراكيد بقى فيه كواليس وفيه حاجات كتيرة جدا معاهم اه اهمها اهمها لنا نما كنا منتكلم في الكورة كنت بقول لهم يعملوا ايه للحارس اللي جاي لك يعني لما فيه انفراد تعمل ايه لو الكورة فين تحط فين بلال طبعا جاب كل جوال وكان بيلبس الجزمة بتاعتي يعني من برض المواقف الغريبة كان بلال كل اللي جوال اللي كان بيجيبها كان بيلبس جزمتي ومرة متعب مرة واحدة الحاجة اللي كنت بتعملها ونصحت ولادك ما يعملوهاش هم بيلعبوا كورة فلو لعبت كورة لعب بس ركز في شغلك بس ماكش تعب اي حاجة تانية ولا اي حاجة تشغلك ولو ما لعبتش عادي ما لعبت عادي اما حاجة تبقى كويس هل كنت بتقول لهم ان هم ما يركزوش على انهم ولاد لعيب كورة هم قصة ما بيحبوش الحتة دي ودايما بيعنده معايا داخل حتى انا قلت له مثلا ايه عادي يتكلم معا مش عارف فاني يقول له انا بابايا يقولش فدي حاجة كويسة انا على وقت ايه اكيد طبعا وجود اسمي اكيد بيسهل في حاجات معينة بسيطة بتحلم تدريب النادي الاهلي طبعا اكيد ان شاء الله باحنا من انا ابقى متواجد جوان النادي الاهلي وخصوصا انه انا مدارب حراس باربا النادي الاهلي ده برضو حلم كبير بالنسبال ان شاء الله يعني تتمنى تشوف ولادك فين في الكورة يا كابتن بعد خمس سنين يكونوا بيلعبوا في النادي الاهلي ومنتخب مصر ويحترفوا ده بالنسبالي يعني حاجاتي بقى كبيرة جدا عرفنا بيهم طيب ادم عنده 15 سنة كان في النادي الاهلي في اكاديمية النادي الاهلي دلوقات بيلعب في النادي زد بيلعب مركز عشرة اثر شايفه فنان اكتر يعني لكن بيلعب برضو بيلعب كورة كان في اكاديمية النادي الاهلي وعندي زنة دكتورة طبعا طب اسنان جامعة قاهرة بابدولي في حتة تانية خالص انا بريكلك فيها لو مودك وحش بقى وعايز تغير الاحسن بتتفرج على مدشاط كورة ولا تسمع افلام ولا مزيكة ولا اي بوقت في مكان لوحدي او اسافر لوحدي على بحر او هنمشي بالعربية او اشوف حد من صحابي ده مهم خفيف فاكرج معاه وفي واحد او اتنين زي مين واحد برا الكورة وممكن مثلا اكلم واحد زي حسن الشامي اكلم واحد زي احملت السيد اه الناس اللي هي دماء خفيفة بشكرك يا كابتن شرفتنا ونورتنا في يلا كورة بنا خليك انا طبعا متشكل جدا على المقابلة دي وطبعا لما قالوا لي يلا كورة فانا يعني اكيد مش هتأخر عليكم واناس محترمة واتمنى ان شاء الله ليكون الحوار كويس والناس يتبسط به ان شاء الله شكرا لكم بالتوفيه ان شاء الله وده كان اللي كان مع اخطبوت حراسة النادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن امير عبد الحميد بشكركم شكرا جزيلا